انا للقيدي ان ينكسر حملة جديدة اطلقها ناشطون سوريون في مدينة اسطنبول للمطالبة بالافراج عن المعتقلين في سجون النظام والكشف عن مصيرهم وعدم الدخول بأي مفاوضات سياسية قبل الافراج عنهم نظم هذه الحملة عدد من المجموعات والمنظمات وشارك فيها حجد كبير من السوريين المقيمين في المدينة اضافة الى شخصيات سياسية للحقيقة المطالبة طبيعيتنا هون بهالساحة الكبيرة عبارة عن طلب صارنا اكثر من بداية الثورة عم طالب فيه واطلاق صراح كل المعتقلين يعني طبيض السجون الموجودين لكن هذا هو هدف النشاط اللي جينا شاركنا فيه اليوم معتقلون سابقون وعائلات شهداء ومهجرين واهالي معتقلين شاركوا في هذه الحملة ومن مختلف المناطق السورية لإيصال صوتهم في الإفراج عن المعتقلين الهدف من المظاهرة هو الكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين الغير معروف مصيرهم الى غاية الان والمعتقلين الموجودين في السجون السورية ولم يحالوا الى المحاكم منذ اكثر من عامين ونصف ختافات وطنية وأغاني ثورية وعروض مسرحية تخللت هذه التظاهرة والتي استمرت لأكثر من ساعتين في أحد أهم المعالم السياحية في المدينة حملة آنة للقيدي أن ينكسر أطلقها نشاطاء سوريون من اسطنبول للمطالبة بمعرفة مصير المعتقلين السوريين ولم ينس هؤلاء المطالبة بمعرفة مصير رزان زيتون ورفاقها مويس كيف أوريانت نيوز اسطنبول